طبعا الختام راح يكون من محافظة الديوانية وتحديدا منطقة حي الجامعة الاسم يمكن راح يذكرنا بحي الجامعة اللي موجود في بغداد نتخيل انه من الممكن حي الجامعة الحلو النظيف المرتب موجود ايضا في الديوانية لكن الديوانية بمجرد ما ذكرنا اسم الديوانية معناها اكو معانات واكو خدمات متردية تعبانة ماكو مي ماكو مجاري اكو نفايات واكو نقص كبير بالخدمات وهذا اللي هو يتعاني من عنده او يعاني من عنده حي الجامعة في الديوانية حالة حال الكثير من المناطق في الديوانية بمختلف المسميات والغريب بالموضوع يعني سعر العقار بهذه المنطقة مرتفع جدا رغم غياب الخدمات خلنشوف ما يخص الخدمات اللي مقدمة بحي الجامعة طبعا هوس حي الجامعة اكيد بكل احياء الدوانية نسبة الخدمات هي عدنة حتى من الصفر لكن من الغريب انه حي الجامعة وجنابكم طبعت المنطقة واعتقد شفتو بعيونكم قياسا الخدمات والاسعار اللي حاليا اسعار العقارات ماكو مقارنة ليش اكيد اكو اسباب ولا قدرنا شهر نطلقها لكن الغريب والعجيب اللي يحكم هاي الدوانية هم اهلها ليش ما يقدموا الخدمات هذا اللي ما نعرفه يعني المحافظ من الدوانية رئيس مجلس من الدوانية اه مدير الاستثمار من الدوانية مدير البلدية من الدوانية مدير المجاري من الدوانية مدير الكهرباء من الدوانية وكأنه ما جاي بيهم صخرة حي كامل اصبح حي شعبي بالاضافة لها سوى مقابل الحي الزراعي يلا بيه مدرستين مدرستين وكل مدرسة بيها دوامين مدرسة السجال ابتدائي البنات ومدرسة بيها متوسطة ومدرسة الجامعة وخلاص تحت غير هذا الهم كله والمشاكل كله جابوا لنا شركة وكان لما مفروضة علينا من السماء اللي هي شركة الرافدين وأساسها مو شركة مجاري صراحة هي شركة حسب ما عرفنا مبازل غيروا العنوان بشركة نور الأفق يابغيروا لنا هاي الشركة اللي ما جاي تقدم لنا مجرد ان الطب للمنطقة تحفر الشوارع تخرب الشوارع ودارت وجهه راح قبل فترة طلعنا مظاهرات على شركة نور الأفق ريد نخلص من عده لأن هاي الشركة دمرت الديوانية دمرت شوارع الديوانية نهائيا حاليا رجعوها بالجديد ويقول لك لازمة تسعى أحياء احنا إلما انطلعنا إلما انتعبنا يعني هم راح نفس الحالة راح ترجع تفلش أنا اعتبرها شركة وهمية لحد الآن ما سوث أي إنجاز أو عملهم كله غرط يعني هاي الشركة تعبتني يعني ما نعرق من الساندها من الجايبها ليش لحد الآن مستمر بعملهم وكذلك مسؤولين مال الديوانية ما جاي يساعدون كل من يعني محتار بأموره الشخصية يعني يستغل منصبه الأغراض الشخصية لا أكثر ولا أقل يعني معقولة إحنا عدنا محافظ عدنا 11 نائب عدنا 14 عضو مجلس محافظة ما جاي يقدرون ينهوننا ملف النفايات بالديوانية يعني ملف النفايات صارت الوادم تحرق الزبالة قدام بيوتها اشتركوا في القناة